السلام عليكم معكم احمد حتاحت بالفيديو اليوم هنتكلم عن كيفية استخدام التابل ضمن المعادلات فانا ممكن استخدم هاد تابل ضمن المعادلات عن طريق استخدام الرينجات المسماية في ضمنه الرينجات المسماية ضمنه فانا لو رحت لتاب ديزاين بلاي له اسم لو وقفت ضمن المعادل كتبت يساوي تابل بلايطلع اسمه لو كبس فتحت قوس بلايطلع اسماء الاعمدة فهذا الشي بعطيني افضلية كبيرة مثلا لو انا وايفون ضمن حركة اسم تابعي بلاقي اسم من اتش اربعة لا اتش تلتعاش لو انا ضفت ريكورد جديد هالريكورد شو ما كان يكون تركتو اكفاضي برجع على اسم تابعي بلاقي من اتش اربعة لا اتش اربعة لا اتش اربطعاش ليش؟ لانه هاد الرينج صار رينج ديناميكي اللي هو اسم ضمن الاكسل فهو اتزاد واحد رأسا انضاف للمعادلة المرتبطة فيه طيب انا هاد الرينج ممكن اكتبه كاسماء خلايا مثل هو مكتوب هون وفيني اكتبه باسم التابل طبعي يعني هون هو بيعرف هاد الرينج اسمه لما يجي على الحركة اليومية بعدين يجي لخلية اتش اربعة يحدد رينج لل اتش اربطعاش طب فيني يسمي تسمية تانية ايه طبعا فيني تسمية تانية لو انا حددت الرينج اللي عبي يجمع له وقفت هون وكبستة شو صار بتغير الاسم لتابل طو ايراد ليش؟ تابل طو عمود الايراد تمام؟ فهلأ وهمة راح تضمن اكسل صار في شي اسمه عندي تابل طو عمود الايراد ونفس الشي بالنسبة للبيان نفس الشي بالنسبة للكود نفس الشي بالنسبة للتاريخ فهذا الشي اعطاني افضلية ممتازة لاني اعمل اشتغل بالمعادلات المستقبلا فنجي للكود تبعي حاطة دالة فيلوك اب تجيب لي قيمة خلية اي فور من صفحة التصنيفات بي اربعة على سي اتناش فلما حطت لك اب فاليو ارجع حدد هاي الخلية بلاقي تغير اسم لآت البيان آت يعني لساتني ضمن الجدول خلية البيان لجنبه تمام ضمن التصنيفات صفحة التصنيفات هنطلق لصفحة تصنيفات كبست انتر رأسا لما كبست انتر التعديل حصل لجميع المعادلات الموجودة انطلق لصفحة التصنيفات واف فيها بلاقي عندي المنتج 10 اللي كان في ايرور مو موجود تضيفه حط له 110 اعمل اعمل كوبيلر فورماتينج نزلة فبلاقي دون صفحة التصنيفات في عندي هات الجدول ممكن اعمله تابل اعمل كنترل تي فيه هادر لعندي فيه هادر صار في عندي تابل ارجع الحركة اليومية وقف على التصنيفات التابل الري تبعي روح حدد هاد التابل شو صار عندي تابل الري هو تابل ون اسمه هاد اكمل معادلات المهنن فأنا شو صار عندي؟ صار عندي استخدام table والرنجات الديناميكية ضمن المعادلات ليش رنجات الديناميكية؟ أنه شو ما ضفت على الرنج هال؟ خلاص صار تلقائيا ضمن التسمية الموجودة فوقت يرجع للتابل وان بلاقي البيانات الجديدة اللي ضفتها رأسا مو بتمع البيانات القديمة مثل هاد الرنج سابت قد ما ضفتهم بتم هاد سابت وانما شفنا هون ضمن المعادلة كيف هو رأسهم بضيفها للرنج الموجود هاي أهم ميزات التابل اللي ممكن نستخدمها نحن وكيف طريقة توظيفها بالمعادلات كان معكن أحمد حتاحة